كذلك نشر مراسل بي بي سي لشون الأمنية جوردون كريرا تقريرا سلط من خلاله الضوء على حرب الجواسيس كما سمها بين روسيا وأوكرانيا في عقب غزو موسكو لكييف قال الكاتب أنه في الأشهر الأخيرة اشتدت حرب التجسس حيث سعت الدول الغربية إلى الرد على موسكو وإلحاقي ضرر دائم بقدرات المخابرات الروسية على تنفيذ عمليات سرية حيث يتجسد ذلك في الطرد غير مسبوك لخمسمائة مسؤول روسي من العواصم الغربية وبحسب كريرا يوصف هؤلاء المسؤولين بأنهم دبلوماسيون لكن يعتقد أن غالبيتهم من ضباط المخابرات السريين ربما ينفذ البعض منهم عمليات للتجسس تقليدية من خلال تنمية اتصالاتهم وتجنيد العملاء الذين يمكنهم نقل الأسرار وهو ما تفعله الدول الغربية أيضا داخل روسيا لكن يعتقد أن البعض ينفذ ما يسميه الروس الإجراءات الفعالة بدءا من نشر المعلومات المضللة والدعايات المغرضة إلى القيام بنشاطات سرية أكثر عدوانية ومن أبرزهم الوحدة المعروفة باسم يونت جروة تابعة للاستخبارات العسكرية الروسية والتي يعتقد بأنها مكلفة بأعمال التخريبي والتدميري والاغتيال واستغرق الأمر ما يقرب من سبع سنوات لمعرفة أن هذه الوحدة كانت وراء انفجار نخم نمر مستودع للذخيرة في غابة تشيكية في تشرين الأول أكتوبر عام 2014 نضم أيضا بعض المتورطين لاحقا في حادث التسمم في ساليزبري جنوب المملكة المتحدة في عام 2018 حاول نفس الفريق تصميم تاجر أسلحة في بلغاريا أيضا كان قد خزن الأسلحة في المستودع التشيكي وكانت إحدى النظريات أن حادثين انفجار والتسمم مرتبطان بدوره في إمداد أوكرانيا بالأسلحة اشتركوا في القناة